دورة الصراع في عدن يبدو أنها قد تأخذ منحاً أخر فقيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ما تزال مصرة على تفجير الوضع والتحريض على اقتحام قصر المعاشيق وبدى نائب رئيس المجلس هاني بن بريك يؤكد مرة أخرى استمرار التصعيد وقال في تغريدة على تويتر إنهم استعدوا للموت واتخذوا ما وصفه بقرار الدفاع عن أرضهم رغم موقف التحالف الرافض قطعاً للتطورات الأخيرة وكان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية قال إنه لن يقبل بأي عبث بمصالح اليمنيين دعياً جميع الأطراف للعمل مع الحكومة الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة توالت المواقف المنددة بدعوة الانتقالي تصعيد الأوضاع في عدن إذ دعت الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اليمنيين إلى ضبط النفس وإنهاء أعمال العنف فوراً والانخراط في حوار بناء أما المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث فقد عبر عن قلقه من الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة مشيراً إلى أن أي تصعيد للعم قد يؤدي إلى مزيداً من عدم الاستقرار والمعاناة ويزيد من حالة الانقسام ألوية العمالقة التي تقاتل في السعر الغربي والتي تعد مدينة عدن مسقط رأسها وساحتها القتالية أعلنت رفضها للتصعيد العسكري مطالبة بالتحقيق الجاد في مقتل القيادي بقوات الحزام الأمن العقيد منير اليافعي المعروف بأبي اليمامة وبعد يوم عصيب تسود المدينة حالة من التوتر والقلق مع انتشار الدبابات والعربات المصفحة في الشوارع المحيطة بالقصر الحكومي الذي يربو على تلة الجنوب الأقصى على ساحل خليج عدن أما قوات الحماية الرئاسية فقد تأهبت لخوض معارك قد يتسع محيطها في أي لحظة مؤكدة تصديها لكل ما يعكر الأمن والسلم الاجتماعي في العاصمة المؤكدة